موسيقى موسيقى السلام عليكم السلام عليكم أعزائي مخالفات الزراعة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وفي إطار ما يصدر عن مجلس الوزراء وكل جديد في مواجهة الجرائم التي تقع بالمخالفة بما يظهر عن حالة الطوارئ وتطبيقها في هذه الآونة حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص وفي إطار ما تناولناه في حلقات الزراعة والتعدي على الرقعة الزراعية ومساس بخصوبتها حيث صدر قرار رئيس الوزراء في هذا الشأن بحالة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم التي من شأنه المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها حيث نشرت الجريدة الرسمية يوم الاسنين 26.10.2020 قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالآتي إحالت بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ بدءا من ذلك التاريخ حتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهوري حيث أنه بحسب هذا القرار تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ جرائم التغمر تعطيل المواصلات والطرويع والتخويف والمساس بالطمأنينة أي البلطقة والتدليس والغش والجرائم التموين الخاصة بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح كما تحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ جرائم الأسلحة والزخائر والمساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وحرمة أماكن العبادة فضلا عن إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ومجمل القول أنه أي عمل يتم بدون ترخيص من الجهة المختصة ومهما كان العمل الذي يقوم به المواطن هد أو ترميم أو أي عمل آخر وبدون ترخيص أو أي عمل من شأن المساس بالرقعة الزراعية وخصوبتها أو مخالفة تموينية أو غير من المخالفات التي سبق سردها سيتم إحالتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وعموما منع القرار القيام بأي عمل مهما كان إلا إذا كان بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ومهما كان العمل سيتم إحالة المخالف إلى محكمة أمن الدولة طوارئ بوسطة النيابة العامة حال التحقيق في الوقت وعلي فإنما سبق التحذير به في حلقتنا بشأن التعدي على الرقعة الزراعية وقانون الزراع فقد أكد ذلك القرار الأخير بإحالة مخالفات الزراعة والمساس بالرقعة الزراعية وخصوبتها وفيما أسميناه بمخالفات قانون الزراعة بإحالتها أيضا إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وهذا تحذير خطير من الإحالة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ لأصحاب المخالفات أو من يريد القدوم لمخالفات الزراعة وغيرها ما تقول إليه المخالفة جد وجد خطير جدا أعزائي خطورة محاكم أمن الدولة طوارئ أن لا إجراءات قانونية وقضائية خاصة واستثنائية لا تسير بالطريق العادي في الاستئناف أو النقض أو إلى ذلك فلابد من اتخاذ الحذر من الوقوع في هذا المحظور من الإحالة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ لخطورة إجراءاتها وضرورة تنفيذ العقوبة موسيقى